أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية قرغزستان الصديقة لفتن سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين لمستويات أكثر تقدما ودفع بها نحو آثاق أرحب بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة وذلك في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس صدير جباروذ رئيس جمهورية قرغزستان نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية اليوم بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معالي السيد جينيك غولو باييف وزير خارجية جمهورية قرزستان حيث تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس صدير جباروذ رئيس جمهورية كرغزستان فيها نقل معالي وزير خارجية جمهورية كرغزستان تحيات فخامة رئيس جمهورية كرغزستان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله كما حمله سموه تحية جلالة الملك المعظم وتحية سموه إلى فخامة رئيس جمهورية كيركستان وقد أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية تنمية أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرية وجمهورية كيركستان وموصلت الدفع بمسارات التنسيق نحو مستويات أكثر تقدما في كافة مجالات التعاون بما فيها التجارية بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعرب وزير خارجية جمهورية كيرغستان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العادة حفظه الله لما يليه سموه من دعم واهتمام بموصلة تعزيز أواصر التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين